اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد عدنان منصور وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في أعمال مؤتمر المنام الخاص ببحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وقد أثنى معاليه على جهود معالي وزير الخارجية اللبناني في رئاسة المجلس الوزاري للجامعة العربية ومشاركته في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية لبحث مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى باقتراح بمقترح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وتم خلال الاجتماع تأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز كل ما يعكر صفوها تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين كما تم أيضا تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع على الساحتين الإقراضية